الرجل الصخري العجوز حكاية من التراث الصيني كان يا مكان في قديم الزمان وفي أعماق الجبال الصيني الغربية عاشت قبيلة لميو وقد عاش في قرية لميو أخوان بإسم بايو وشومي هذا هو شومي سأعطيك هذه أيضاً خذها معك كان هذا الأخ الكبير بايو تزوج الأخ الكبير ليطرد أخاه شومي من البيت ولكن شومي كان متفائلاً فلم يقلق أبداً بشأن مستقبله وفكر مدام يملك المجرفة فهو يستطيع أن يزرع حقلاً وبمعطفه القشي سيحمي نفسه من رطوبة الليل وبرودته قرر شومي أن يزرع هذه الأرض البرية ويجعلها حقلاً مزدهراً أولاً يجب أن تحرق الآشاب ثم ينظف الحق من الأحجار حاول بكل قواه أن يحرك الصخرة الكبيرة ولكن دون جدوى وكنتيجة لجهده اليومي فقد تحولت الأرض البرية إلى حقل لم يستطع شومي تحريك هذه الصخرة ولكنه أصبح مغرماً بها لأنها كانت تشبه رجلاً عجوزاً أيها العجوز احمل معطفي القشي هذا وحدثني بالسمرار وهكذا يمكنني أن أعمل دون أن أشعب بالتعب ما رأيك؟ كان شومي يشتغل كل يوم حتى غروب الشمس ثم ينام بالقرب من الرجل الصخري نوماً عميقاً وفي أحد الأيام وبعد انتهائه من عمله بدأ يتحدث إلى الرجل الصخري اسمع أيها العجوز عندي أمنية سأحدثك عنها أريد أن أشتغل أكثر وأزرع الخضروات وأحصد الزرع وبالمال الذي أكسبه أريد أن أذهب إلى العاصمة التي تقع على الجبال البحيدة ولول مرة واحدة اسمع سمعت بأنه من الممكن أن تحصل على كل شيء في العاصمة سأكل اللحم حتى أسبع في هذه القرية نأكل اللحم مرة واحدة في السنة وذلك في ذكرى الاحتفال السنوي أخذت بأنك ستذهب إلى العاصمة البعيدة من أجل أن تملأ معدتك باللحل إنك شخص متواضع أني مغرب بك ولكن هل تستطيع أن ترفع هذا المعطقة الثقيل عني متأسف لم أدرك شكرا أحضر غدا حقيبة من القماش قماش تذكر حاضر هذا هو اليوم الثاني وقد عاد شومي مع حقيبة من القماش هذه ماذا تظنون قد حدث؟ نقود الفضة خرجت من فم الرجل الصخري واحدة تلو الأخرى أوه هذا يكفي شكرا لا أستطيع حمل المزيد أشكرك إلى اللقاء اذهب واذهب إلى العاصمة لقد عملت وجده بما فيه الكفاية مع السلامة وهكذا وفي اليوم التالي غادر شومي إلى العاصمة مسرورا حالما سمع بايو حكاية شومي أتى ليرى الرجل الصخري هذه هي الصخرة التي تخرج نقوداً في الضية مرّت ساعة ولكن يبدو أن الرجل الصخري لن يتكلم ايه أيها الرجل العني ترى متى ستفتح ثمك حسناً انتظر إذا فقينا بسرعة أنزل الحجارة عني هل ستعطيني أيضاً نقوداً فضية؟ سأعطي كتشنب غدا حقيبة من القماش حسناً انتظر انتظر ألسى تترك الحجارة على رأسي هيا تعالى تعالى أنزلها هيا في صباح اليوم التالي عاد بايو مبكراً نقوداً فضية نقوداً فضية نقوداً نقوداً أتى الليل ولم يفتح الرجل الصخري فمه بعد الناس دا دعني مسألي أرزوك 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 دعني مسألي الناس دا البخود اللوت للفضل القصيرة قضعت جميعها أظننا وانتشرت النقود الفضية في الحقل وباتت تلمع تحت اشعة الشمس وفي وقت لاحق اتت رينال لتبحث عن بايو بايو انا هنا تعالي تعالي انا هنا حسيزي اخيرا اتيتي حسيزي ماذا تفعل هنا يداي يداي لا استطيع ان احررهما ارجوك اسحبيني بكل قواك ارجوك اسحبيني هل هذه هي الصخرة نعم نعم هذه هي اسحبيني ارجوك توقفي توقفي اشكر انني سعتقد يدي وقرر التوقف والتفكير بسبل اخر لتحرير يدي بايو ارسل بايو رينال لتجلب له الطعام كي يسترد قوته واستمر الحال هكذا ولفترة طويلة وكان بايو يرسل رينال لتجلب له الطعام آه لو أتمكن من إضحاكه عندئذ سيفتح فمه وأحرر يدي اسمع أيها العجوز سأقص عليك قصة مثيرة في أحد الأيام كان هناك رجلا ينشي في طريق جبلي مع ابنه وفجأة قفز نمرا على الأب وقبض عليه كان النمر سيقتل الأب الذي كان في ثمه ولما أراد الابن أن يقتل النمر صاح الأب لا تصب لا تصب وإلا تركت نتبة على فروته ولن نستطيع بيعه بثمن باهر وهكذا أكل النمر الأب يا لڭامائي الأب إليس هنا إضحكا؟ اضحك يا إخي اضحك يوما بعد يوم كان بايو يقص على الرجل الصخري القصص المضحكة ولكنه لا يستطيع إضحاكه أبدا ومضت سنتان هذا كل ما نملك لقد بعت كل شيء ولم يبقى عندي أي شيء أجلبه لك أتمنى أن تنقلب إلى صخرة مثل الرجل الصخري عندئذ لن تحتاج إلى الأكل أبدا وعندها أراهن بأنك ستخرج لي من فمك النقود ماذا؟ هل ستسرقين النقود من زوجك؟ أيتها الغشاشة؟ أيتها المخادعة؟ هذا أمر مضحك مع أنك أصرحت مفلسا فلن تتعب أبدا تقاتل من أجل نقود فضية لا تملكها أيها العجوز لقد شبعت من أكل الله؟ حقا؟ 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 حقا؟